مدح بناها تمهور يدا صماليا حسن شيغ محمود ايا لقل ماي وابديك سعوداي باقر تو يداينا والألهان نهاي سعود عربيا اوهو غامينا يلا تليها ديبان كباقر تو يدا أحمد بن عبد عسيس مدحوين اها اوهو كاقودو ماي دنبالا يوغصدين باقر كا دالكا سي سلمان بن عبد عسيس يدا حالسوغي محمد بن سلمان ياد دوليستاة يمونان تاي سي نيسو صماليا حرير كا تاريغيقا يايل لوا دايا ولا لهو دا سعوديقا وكمدا دلالكا صفكو ريكا جدرا قرب استاقا يتاقا رضا دالكينا حاليا دياتكا كلانكا كدب لطليا هد ديبان كباقر تو يدا أحمد بن عبد عسيس يوزير كوزارد أمنيقا حكومة دا فدرالكا يسمانيا محمد أحمد شيق قربهين تو قربه يباق شدا وفديقا يسمانيا ايا حسين باقر تو يدا سعوديقا يديارو يهين إينا يصماليا يكو غرب سيا أمنيقا يمع القشيقا تاسيقا دور كا قادا دونتا حسلوني دا يشيقا أبور كموادنين تو صماليا وحا بوغشو نووي مدوفد إحير سراقه وكسعوذة مقر توييدا سعوديقا ديانوالالهنهي وفديقاس وحا هو قايمناهي مدان السراق أحمد بن عبد عزيس قطان أو أه لا تليا ديوانك بغور توييدا سعوديقا كولن أعيالني كدب وحا سالان أوتغين مدحوينها جموريدا فدرالك سومالي دكتور حساشاق نحمود وحاين أوقد بيين سالان كسيدين بغوركا بغور توييدا سعوديقا بسم الله الرحمن الرحيم لقد شرفت هذا اليوم بلقاء فخامة رئيس جمهورية الصومال ونقلت له في بداية الاجتماع تحيات مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد الأمين وتمنياتهما له ولشعب الصومال بالتقدم والازدهار والمزيد من الاستقرار تبحثنا في بعض الأمور الهامة التي تتعلق بتوطيد العلاقات بين البلدين في كافة المجالات وخاصة في المجال الإثثماري علاقات المملكة العربية السعودية علاقات تاريخية وقديمة وهي علاقات طيبة للغاية وإن شاء الله في الفترة القادمة سوف تشهد المزيد من التطور أود بهذه المناسبة أن أعرب باسم حكومة خادم الحرماني الشريفين عن بالغ شكري وتقديري لإعادة الصومال تأكيدها على دعم المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض بإذن الله كما أشكر فخامة الرئيس وحكومة الصومال على ترحيبها بعقد القمتين في المملكة العربية السعودية القمة السعودية الإفريقية الأولى والقمة العربية الإفريقية الخامسة وإن شاء الله هاتين القمتين سوف يكون لها مخرجات تزيد من أواصر التعاون بين المملكة والقارة الإفريقية وأشكرك همعاني الوزير على حسن الاستقبار شكراً على المستخدم شكراً على المستخدم شكراً على المستخدم